دعنا نستطيع الجزم بأنه هناك رواية عربية باقية في الزهن الغربي أو حتى في الزهن اللاتيني يعني ما نقدرش نجزم بذلك يعني أنا شعوري بأنه التقدم اللي عم يحصل بالكتابة الروائية هو التقدم هذا إذا بدك طبيعي لأنه الزمن بيدفع إلى التقدم مراحل المتقدمة واللي عم تتقدم بالروائة العالمية يا ترى هل عم يسهم الكتابة العربية والروائة العربية في هذا التقدم اخترعنا شيء سواء بالأسلوب أو بالوجهة أو بنوع من المشاعر أو بتكيفية التعاطي مع الروي أو مع السرد هل عملوا العرب شيء جديد مثلا هذا سؤال يعني أنا دائما بيخطر على بالي إنما أنا كثير بحسب أنه لازم يصير شيء من هذا القبيل لأنه هذا المجتمع العربي اللي كان تقريبا مغلق على خارجه هذا المجتمع بلشت الرواية تساعد في تفتحه وفي إظهاره لبرا يعني هذا شيء أولي أنا بأعتقد لكن منه يعني منه هو الغاية من كتابة الرواية ومن انتشار الأداب طب هنا وقد يبدو السؤال غريب كيف يكتب الأستاذ حسن داود يعني ساعات ييجي على ذهني الفكرة إنه الكاتب يكتب فقط دون أن ينتظر المردود سواء إذا كان في القارئ اللي نتق بالعربية أو الذي يقرأ العربية أو المردود على المواطن العالمي الذي يقرأ أدبه مترجما لكن كيف يكتب الأستاذ حسن؟ يعني بدي أكتب لأنه ما بيعرف أهم شي تاني الحقيقة صرت يعني ما فينا نتخذ مهنة تانية بعدين من يبدأ بالكتابة فعلا لا يستطيع التوقف أبدا بصير هالشي هويته وصفته ووجوده بكتب كأنه أنا كاتب يعني بس لأنه أنا كاتب وأنا بتذكر كان صديق الراحل محمود درويش مرة شفته قلت له كنا عنده ببيته نحنا كنا مجموعة من الكتاب الجدو الصغار كنا بعدنا شباب ففدت عنا على مكتبه لقيته كاتب جملتين ثلاثة على ورقة بس مش مكملين قلت له لنكون نحنا أزعجنيك جينا بالوقت اللي أنت كنت عم تكتب فيه فبيقوم بيقول لا لا هو لي الصبح الصبح بقول له يعني ما كملت بيقلي هو أنا كل يوم بيقعد كل يوم بيقعد وهذا شيء جديد لأنه أنا بتذكر التهطاوي لما رأى على فرنسا عبيريز فقام عحكي عالمسقفين وقال تعجب كيف بيشتغلوا المسقفين بفرنسا ببيريز بيقول بيشتغلوا مثل كأنه بيشتغلوا بالفعل يعني شغل السقافة مش طرف ومش دلع ومش هو مجهود يعني فمحمود درويش عاودي لقيله كان دايما يقول أنه أنا بكتب كل يوم سواء نجحت يعني أنتجت ولا ما أنتجت كان أستاذ رجيم محفوظ بيقول كده بيقول أنا عندي كل يوم ساعات للكتابة مزبوط زي ساعات للقاءة الأصدقاء أو ساعات التمشية إلى آخره فكل يوم عندي ساعات للكتابة هو بيقول أنه ثلاث ساعات قراءة أو ثلاث ساعات كتابة شيء من هذا القبيل نجيب محفوظ وفي الكتب اللي كتبت عنه دايما في تذكير بهالشي أنه ما أنه إخدها مثل ما بيخطر على باله لا ده عمل عمل فعلي طب يعني لما جيت كتبت فرصة لغرام أخير هي كانت مرتبطة بفترة الكورونا وفترة أنه موجودين في داخل المنازل أو في حجر طوعي وكان لفت للنظر البناية المقابلة زي ما وصفتها على بعد أربعين متر أيوة أيوة دي أنا مش رائي بالقطع فأعذرني لكن هل ده بيبقى محض الصدفة؟ هل ده بيبقى تأثر بمشهد ما؟ لفت نظرك شيء ما في هذه البناية؟ كذا الحال لو أنا رجعت الورا شوية ورحت على مئة وثمانون غروباً يعني وهكذا؟ يعني شوف هو لما كنا بكورونا محبوسين أنا بقيت ثلاثة شهر داخل المنزل ما خرجت إلى الشارع عبدها بتعرف ما لا ضيق يعني بصيب بينتابوا للواحد هو قعد ثلاثة شهر متواصلة في مكانه ففي ليل كانت شيء ساعة ثلاثة فجراً هيكي ودنيا معتمة ببيروت على علمك الكهراء مقطوعة ليلاً باستمرار فوقفت على البلكون بها العتمة يعني طلعت بالبنية لما قابلنا هي عدد طوباء 12 دور زي بنايتنا تمام لكن تبهت أنه أنا لما بشوفه بالنهار للبنية ما بشوف حداً على البلكون نهائياً وكان هالشيء إجا مثل الصدمة أنه طيب الناس ممنوع تنزل على الطرقات لكي لا يعدوا بعضهم بعضاً بس بيطلوا على البلكون بدون ما يأثر عليهم ما بيأثر على الكورونا لكنهم ممتنعين عن ذلك فكانت الفكرة الأولى الفكرة الأوية حقيقة إذا قدرت يعني تستخلص منها كتاب طبعاً بدك تدخل أشياء أخرى طبعاً لهذه الفكرة تصير يعني حرزين لكتاب ما بينواقع وخيال طبعاً بدك تتفكر تجيب أشخاص مقيمين في المكانين وتنشئ بينهم علاقة أو علاقات فأنجزنا كتابة هذه الرواية هي رواية الأخيرة طبعاً وأنجزت بسرعة يعني أنا عادةً رباً ما بسبب كورونا أنك أنت كمان هالمرة مضطر تقعد بالبيت وما تظهر فأنجزت بسرعة يعني عادةً أنا بكتب الرواية سنة ونص أو سنتين يعني هذه خلال أربع خمسة شركين تخالصة